في 25 سبتمبر الجاري يعني مع نهاية هذا الشهر ستنطلق العملية السادسة لإحصاء السكان تعرفوا هذه العملية السادسة لأنه آخر عملية كانت 2008 بعدها السلطة والحكومة المتعاقبة والجهات المسؤولة والوصية لا تعرف شيئا عن الجزائرين مع بعض الأرقام والبيانات القليلة فالعملية ستنطلق في 25 سبتمبر لتسأل سيكون هناك حوالي 52 ألف عون مكلف بالإحصاء وحوالي 8000 عون مراقب وتلتلاف مكون خلال الإحصاء العام السادس هذا سوف يذهبون إلى كل البيوت للسؤال عن كل ما يتعلق بكم بالعمر المهنة السكن عدد التلاميذ والطلبة المتزوجون ركزوني على المتزوجين الجزائرين ومتزوجون دروك ماشي واحدة راون بالزوج في عرس واحد المتزوجون العزاب الإنات الدكور السلطة لا تملك أرقاما عن الشعب الجزائري الأرقام الأخيرة كانت في 2008 نعرف بركب اللي عددنا أحصات الجزائر 44 مليون نسمة في 2021 أما في 2030 فمن المتوقع بلوغ عدد الجزائريين 51 مليون نسمة لايبارك 50 مليون مواطن ومواطنة في 2040 توقعات نصل إلى 57 مليون نسمة لكن من هؤلاء؟ ما أعمارهم؟ من هم؟ الفئات انتحهم؟ ماذا يعملون؟ متزوجين أو لا؟ وهل سيتجاوب الجزائريون مع العملية خصوصا أنه إحنا ولفنا كل واحد يجي يدق الباب بحثا عن معلومات نحسبه باللي تعسكنا فنعطوا معلومات خاطئة ومغلوطة اللي متزوجين يقولوا ما ناش متزوجي أو كل واحد يعني يمد معلومات على حسب المصلحة التاعه فإلى أي مدى سيتجاوب الجزائريون مع عملية الإحصاء اشتركوا في القناة